اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نسبة الرجال كتير اقل من المفروض يكون لأنه باخرة النهار مثل ما المرأة عم تقبر وبدأ تحسن مظهرة هي وعم تقبر الرجال لازم يكون نفس الشي شو الفريق يعني هي بالاخر كلنا ما ننقبر بطريقة مرتبة ما يبين علينا العمر يمكن نحنا ما عم نقول 61 بطريقة مرتبة بس ما ننقبر طريقة مرتبة فليه الرجال حيكون غير المرأة في نحنا عنا ايديا بسيسيتي انه اذا الرجال عمل هيدول اشياء حيتغير شكله حيصير شكله لس مانلي بس هي ما قلع علاقة ابدا وبالعكس هلأ عم بينا عمل بطريقة انه يزيد المانلي فيترز يعني هلأ حنحكي عن كيف بينا عمل بوتوكس كيف بينا عمل فيلرز عند الرجال ليصير اكتر مانلي مش انه والله يخف هيدا الشي سو انا من نسبة اللي هلأ يمكن فينا نقول 20% من الكازماتيكس بيجو رجال ان كان بوتوكس او فيلرز لهو نسبة قليلة 20% انه ليل بدي يكون الرجال غالي لازم يكون نفس الشي رجال نسوان هلأ اوكي يمكن المرة بتحط مور افرت انه تهتم بشكله مش بس بالكازماتيكس بكل شي تاني بس عم نقي انه اكتر واكتر جال يعني يمكن من 10 سنين كانت النسبة بعد اقل بكتير نعم نهذا نقول انه طبعا هون احنا ما عم نعمم على موضوع البوتوكس يعني فيه الانسان يحب التجعيد ويحب يكون عنده تجعيد هادي حرية شخصية وما حدا ملظم انه يغير بشكله بس للناس يلي بتحب انه تخفف من درجتها تخفف من كترتها يمكن تزعجها مزبوط انا دايما بيسألوني دو اي نيد بوتوكس ضروري اعمل بوتوكس بقولهم ما في حدا بالعالم ضروري يعمل بوتوكس بوتوكس بتعملوا انه انت مزعوج بس في عندك رجال مزعوجي وبدأ تحسن بس بتحس انه مش لقلة او ما لازم رجال يعمل انا هو اللي عم بيحكي عملون اكيد في نسوين ما بتحب تعمل بوتوكس في رجال ده طبيعي ومش غلط بالعكس ممكن مزبوط بس انا عم نحكي الرجال اللي حابب يعمل انه منه غلط اذا عمل هيدا الشيء طيب سؤال هل له اي اضرار جانبية البوتوكس هلا البوتوكس سبسيفكلي هو هو مادة من حد بقلب العدل يشل العدل ليه منيح البوتوكس بعد ستة شهر بروح نهائيا من الجسم سو شو ما حطينا بوتوكس بعد ستة شهر خطفا من جسمنا ذات سوى ما له لونج ترام سايد افكس يعني مع الوقت ما عم بيجمع بجسم ما عم بفوت أصلا عقلب الدم عم بيبقى بقلبها العدلة وعم بيبقى 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 بعد ستة شهر سو دات سوى ما بيخوف طريقة البوتوكس يتمنحط عند الرجال غير عند المرأة هيدا اهم شي يعني هي البوتوكس هي نفسها المادة بتنحط عند الرجال والمرأة اول شي الكمية بتفرم انه العضل عند الرجال ان جانرال هو بيكون اكبر من المرأة يعني عادرة الفورهيد اللي بيستعمله نرفح واجبنا او العبسة بتكون هي كعضلة بتكون اكبر سو عند الرجال اللي ياخد نفس نتيجة المرأة بده كمية اكتر سو هاي كتير مهمة نعرفها شغلة تانية كيف بينحط البوتوكس وين بينحط يعني مسلا انا حتى صورة هون عن فرق بين وجه المرأة ووجه الرجال هولي ان جانرال بالكوزماتيكس بنمشي على هالطريقة هلا اكيد حسب كل واحد زوقوا حسب البرد اللي انت عايش فيه بيختلفوا كمان هول هني يعني هولي جانرال اذا بتطلع مثلا عند المرأة الحواجب لازم يكون شوي اعلى العين لازم تكون مفتوحة اكتر عند الرجال لا ممنى هالشي ممنى الحواجب يكون فلات ممنى العين تكون اكتر طريقة البوتوكس كيف تنحط تنحط بطريقة تنحط بطريقة تبقى هو اللي بيبقوا مثل ما هنة يعني بدل ما نحطه فوق عالي عند المرأة لنرفع الحاجب بنحط شوي واطة عند الرجال لنوط الحاجب كتير مهم اكيد نروح نتحط اخصائي وعارف حاله شوان بيعمل لانه نحنا ما ممنى نحط بوتوكس عند الرجال ليصير فيتشوز مثل المرأة ما ننترك فيتشوز هلأ هو بوتوكس نحنا نقول بوتوكس غلط نقول بوتوكس هي المادة اسمه باتش لاينم تاكسن بس البراند المعروف كتير بالبوتوكس يعني مثل ما تقول عن المحرمة تقول كليناكس لانه معروفة بالكليناكس نفس الشي البوتوكس بوتوكس هو اللي براند الاكتر شي معروف فيه الامريكين براند بس في كتير انواع تاكسن في امريكين في سويس في شاينيز في تايوانيز يعني كتير في ناس بيطلبون على ياهو على عمزان بيجيبهم من برا سوأكيد كتير مهم نوع البوتوكس كتير مهم تسأل شو هو النوع اللي عم بيستعمل ويكون نوع أكيد مدروس ومنيع شو بدنا نسأل شومية فرجيني بقولول في بيش بتقول فرجون العلبة شو نوع البوتوكس بتستعمل شو أحسن الأنواع أنا بيستعمل الأمريكين لأنه عليه دراسات أكتر شي بس أكيد اليوربيين كمان كتير من أحيان كل واحد حسب شو معود بس يكون أتليس مدروس المادة أنه يكون معمول بشركة مرتبة مدروسة مظبوطة على ماركوستاريز هيدا أهم شي يعني هون كمان عم نقول لكل السيدي والرجل أنه كمان نفس الشي حقه أنه يسأله مش حقه أنا بقول لهم لازم يسأله طبيعي شفتنا شفتنا البوتوكس وبيضاينا على وجه المرأة وجه الرجال هلا لأنه عادلت الرجال كمان أكبر مثل ما قلت إذا حطينا نفس الكمية لنقول إذا إجا الرجال على المبضى حتى كتير بتحط شوي بصير بضاين أقل سو إذا منزيد الدوس عند الرجال ممكن يضاين قد المرأة بس هو إن جانور البوتوكس ما فيه وقت يعني ما فيه إليك حيضاين عندك أربعة تشهر يمكن عندك أربعة عند ستة عند غير شهرين يعني حسب كيف الجسم بيتخلص منه إن جانور بضاين بين الأربعة وستة شيء عوامل ممكن تأثر على البوتوكس إنه ضاين مثلا الشمس أو غيرها لا أقل أكتر كيف جسمك بيتخلص منه أكتر من أو إذا بتستعمل العادل كتير مثلا بقول يمكن كمان بيخف فعاليته بس هو أكتر كيف الجسم بيتفاعل معه طيب اليوم الرجل بأي عمر لازم يعمل البوتوكس إذا كان عباله رجال مثل المرأة أنا دايما بقول له العمر اللي أنت بتحس حالك عم تطلع بالمرأة عم تلاقي بلش يبينه تجاعد بلش يزعجونه في ناس بيبلش يبينه حسب نوع البشرة حسب الجناريك في استعداد الوراثة في ناس بالعشرين تتبين في ناس بصراع عمرهم الستين تلاقي ما عندهم كثير تجاعد ومنهم المزعوجين مزعوجين سو العمر حسب أيمتا ببلش يبينه واضحين وأيمتا بتنزعج يوجيلي ثيرتي فورتي هيدا العمر أوكي إلا الأماكن حددتها كيف شكل العين كيف الجبين بالنسبة للجزء التحتاني هل بينعمل بالجزء تحتاني بوطاكس بينعمل وين أكتر شي مدروس وفدي أعبروز بأمريكا هو هيدا المنطقة العبسة الهون محل الجبين والضحكة حد العيون حد العيون هيدا البرتي هون هون صنع فيلر كل شي هون ونزول أكتر بيصير فيلر أوكي وفيلر عند الرجال ونحن مع العمر اللي بيصير إنه منخسر دهن منخسر فات بالوجه منخسر عضل لحتى العدم العدم بخيف والعضل لحتى بيصغر العضل فكل شي بيقشد بالوجه الفيلر من اسمه بيعب محله ومثل ما المره حيقشد وجه حيقشد هيدولي الرجال نفس الشي ففي كتير رجال مع العمر عم بيقشد هيدا الوجه عم بيعوزوا الفيلرز الفارق بين المره ورجال إنه نحن مثلا عند المره حلو يبينو الخدود بيسموه في نسبة بسموه top model look هيدا الخدود المعلمة عند الرجال مو كتير منوح توردز هالشغلة ومنشوف شو بد هو شو أكتر خرج وجه الرجال ويجو فورت أكتر شي عم نعمل هلأ لجا وأنا حاطة صورة لبراد بيت لأنه هو أكتر شي مشهور فيها هيدا شفت هيدا الجا السكوير جا كتير ناس بيطلبوا هيدا هيدا يعني this is one من عد من المانلي فيترز أن يكون هيدا مثل سكوير الجاش بقوله بالعرب الحنك الحنك أي يكون سكوير فهيدا بتقدر تنعمل بالفلر هلأ هو هيدا لأنه من هو صغير هيدا قبل ما يكون ذهب سكير أنه زيدين هلأ زيدين إكزاكلي هلأ في نسوين بتطلب هيدا بس هي ميني برجال اللي منعملوا منعب كل هالبنطقة بيصير بد ما يكون هيك الوجه بيعرض الوجه سوفيه إشي عم نعمل بس لرجال الفلر قدي بيضاين سنة سنتين حسب النوعية حسب الشخص الفلر أغلى من البوتوكس يعني إن جانر لأن الإبري بتبقى أول شي بدك أكتر كمية فلر من البوتوكس والإبري بتضاين أكتر إن جانر الإبري بتضاين زيام 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 كان يستعمل البرمنت اللي بيبقى بالجسم وهيضا اللي كان يعمل اللي هلأ العالم بتخاف من هالمنظر بتشوف الناس مشوهة من بره الفلر المجزة بنتا أنه كان يستعمل البرمنت هلأ الفلر المستعمل بيظهر من جسم بعد سنة سنتين وإيضا كيف الحكيم بيعرف إنه حط الكمية المضبوطة هلأ ميني عن النظر فيه خاصة عم نحكي عن الفلر لأنه البوتوكس عارف شو بده يصيب وتقريبا عارف الكمية مزبوط يعني ما يكون عطى شي عريض وده لسنة مش بس هيك الفلر لما ينحط أنا اليوم إذا حتيت لك فلر بتاعتي نتيجة مش كاملة يعني الفلر من يعني من طريقة كيف بيشتغل إنه بعب بماي صبعت بزيد أكتر مشان هيك نحنا دايما أول مرة منحط أقل شوي بيكون أول مرة بعملهم مثلا الشخص منحط أقل شوي مننطر بعد أسبوعين منشوف النتيجة إذا عاز فيك تزيد يعني تزيد من أنه تنقص سو الواحد بيعمل بيشوف مثلا أنا هلأ اتناف بوقف يمكن بدك بعد شوي بيلك رجع بعد أسبوعين منشوف إذا منزيد يعني تقريبا عن نظر وأكيد فيه تقريبا بس عن نظر أكتر نحنا منمش طيب البوتوكس قد بده تتظهر نتيجته بوتوكس بده شي خمس تيام أسبوع عشرة تيام لو يعطي نتيجة الكاملة سواء البوتوكس بالعيدة ما بيبين أنه عملنا شي بده أسبوع ثلو بيبين شوي بيبين يمكن 50% أو 60% بس بده وقت لابده الناس بتكون حريصة أنه ما يصير وجه مثل تمثال الشمع يعني ما يغط فيه أي حركة إذا عصب ما يبين المعصب إذا جأر ما يبين أكيد هذا شي غلط أكيد كيف تتحكمه هي العليقة بالكمية أو بالمناطق المناطق تقريبا مو على سن زيتهم بس الكمية هذه كتير مهمة يعني فينا ما نشلها العضل بشكل كام هنا ما بنا نشلها أنا دايما غلط أنه تنشل يعني غلط أنا لما بده أعبس بده أعبس بس ما بده أعبس وتحفر الجورة كتير قوية يعني بس تكون طريقة أنعم دايما مثل ما عم بقول التجميل منه للمحة أو نرجع عشرين سنة لوارد هو لنحسن بس العبسة بتضل العبسة بس بصير أرتب نفس الشي هو سمايل لاينز بس ببطلو هالأدن مع المين في حال علموا سمايل لاينز يعني ما لقطناهم بالبوتوكس وبلّى شوية على المساعدة أنا هنطير بحاجة لفلر ولا ولا لا هي هاي بتصير إذا تأخرنا شوي لأنه نحنا مع الوقت إذا ما حطينا بوتوكس ونطرنا مع الوقت كل ما عم بيتحرك الجلد كل ما شوي شوي مثل ورقة عم تطوية شوي شوي مع الوقت عم تحفر أكتر سو إذا تأخرنا وبلشنا بوتوكس بعمر مأخر أربعين وخمسين موست لايكلي حيكون أوري حفرين هون أوقات منعوز لأنه بيكون حتى بالجبين مع أنه مع أنه ما أنه محلي كتير سيف بس أنه أكيد بنعمل بطريقة مستمرة بشي حال تاني غير حال تاني أنه تبلش بالبوتوكس وتعمل بطريقة مستمرة ممكن يروحوا مع البوتوكس يعني دبانز أكيد أديه هنا ديب هل صحيح أنه بشرة الرجل بتخطير بسرعة أقل من بشرة المرأة الأولي إذا واحد بدي يفكر فيها من ورح الشغلة أنه بشرة الرجال تبقى مزيتة أكتر ودايما البشرة المزيتة بتخطير أقل من البشرة النشبة يعني أنا لما يجبون عند الشباب عندهم أكني ومدايقين من حب الشباب بلهم هيدا بالعكس هاي منيح يعني لبعدين ما حيبينوا التجعيد أزمانج سو الرجال بشكل عام لأنه عنده زيت أكتر بوجه بخطير أقل بس إنجا أكتر سببين هنه الاستعداد الوراثي يعني أنه في ناس هنه أصلا نوع بشرتهم حت خطير قبل غيرهم والشمس شمس 80% من التجعيد من الشمس دائما تنصحي يحط الإنسان أهم شيء يعني يعني إذن الرجال أنا بيجي لعندي بيقولولي بدأ أعمل شوية بوتاكس بس أنا ما قال لي جديد أحط كلمات بلهم إذا ما حتستعملوا كلمات إذا ما حتعملوا البيس اللي هي على القليل واق من الشمس وشوية مرتب كله ما قالوا معنا عم نحكي على الواق إن الشمس حتى لو رحنا بسيارتنا كل يوم عالشغل إذا عادين بالبيت أنا بقللون إذا عادين بالبيت وحطنا الشباك وعم بفوت شمس من الشباك هيدا اتنا يس شكل يومي يومي سيف شطة دهرنا ما دهرنا لازم دايما ينحط أكيد بالصيفية مثل نحطه أكتر يعني إذا عادين نطع البوتاكس أو الفيلرز بلشوا بالكريمز ومن بعد الكريمز يمكن تذهب إلى الآخر دكتور حريري إذا بنا نحكي عن عملية شد الوجه هلأ صار في عمليات بالليزر صار في أطب كمان وفيه شد الوجه التقليدي وفيه سميليفت صار فيه كتير بقطعون بيسز شو رأيك أنا نحنا بنعمل شد بالليزر ويش أنا بلاقيه كتير حلو بشد بالليزر لأنه بري بري ناتر ما بيتغير أي شيء بالوجه يعني الفيترز بيبقوا مثل مهنية شو بيصير عمليا اللي بيصير هو أنه بالليزر عم نكسر الكولوجين قديم عم نجدد كولوجين سو أنت لما تجدد الكولوجين بالوجه كأنك رجعت الوجه من 20-30 سنة عم نجدد الإلاستن والكولوجين هو كلهم اللي بيشدوا الوجه سو لحاله بس بيشد بطريقة كتير مرتبة لأنه ما عم تمسكوا أنت وتشدوا مضبوط عم بتشدوا من جوة بس معيار معين يعني كمية ليزر معينة بتعرض لأل الوجه هلا أكيد نحن نستعمل ساتينجز كل ليزر إلى ساتينجز ومن إلها كم جلسة بتعوز بس إن جنرل هي هيد الليزر اللي نحن نستعمله اسمه الفراكسل الليزر بتشتغل إذا واحد كتير عنده ساقين ما حترفع نهائيا بس it's very natural وكتير وهينة منا عملية يعني ما بدأ بنج ما بدأ قطب بقلب العياد الشي 20 منتز فيها شوية توجع الليزر يعني بس محمولة وبس يعني منا عملية عملية so that's why it's easier أوكي طيب كلفتها عالية يعني بالنسبة للعملية أبدا ما كتير يعني كلها عباضة بتكلف بالسن الشي 1,500 دولار وما بدأوا تنعات كل سن فيها تنعات كل سنتين بس بتاعتها نتيجة كتير حين وعم نحكي مروح عليها بأي عمر هاي دي بالفورتيز يوجي لما يبلش شوي ترهل بالوج حد اللي بتبشي مع البوتوكس فينا اي هو أكيد كل ما تعمل إشي مع بعض يعني كل ما تجمع مع بعض كل ما تجي تطلع أحلى بس إنه في ناس ممكن ما بتحط تحط قبر بتلاقي إنه البوتوكس بوتوكس فيلرز إنه شوي بغيروا الفيتورز بنعمل بس سعاتها ليزر أوكي الرجال بتجهوا كمان اليوم لغير نوع عمليات تجميل أو غير أساليب تجميل يلي حكينا عنه هلأ ولا لأ هو هنه إن جنرال الفيسليفت عند الرجال كمان عم تنعمل بالعكس الفيسليفت عم بيعملوه يمكن بيلاقي الرجال بيحب الفيسليفت أهيا بوتوكس فيلرز بوتوكس فيلرز بدون كل سنة كل ستة شهر يجوا يفوت ويجوا ويروحوا فيه الرجال ما كثير يتموا هالقاد الفيسليفت بتعملها مرة وبترتاح بس أكيد الفيسليفت بتجنن بتعطي نتيجة ما في شي بيعطي نتيجة مثل الفيسليفت بس فيسليفت يعني عم تحكي عن السيزة عم تحكي عم تحكي عم تحكي ريكووري بريد أسبوعين ثلاثة بالبيت ورمين الوش دفهمز عن واحد هو شو بده قدام استعاد يعطي أوكي بتأد حكينا عن كل شي مشاك نحن نشكر حضورك معنا وشكرا على كل المعلومات المفيدة وقيمة نتمنى لك نهار حلو نحن نحن نصلنا لختم سانتير رح ناخذ بريك ونكفي حلقتنا خليكم معنا اشتركوا في القناة